ايه التطورات و ايه جديد او الصفقة لنادي الزمالك هو اللاعب الموهوب محمد عاطف جناح طنطا تقولي طنطا دول محترفين ده لاعب يا جماعة موهوب انا بقول لكم سألنا عليه كتير جدا و عنده موهبة والبعض شبهه بمصطفى فاتحي عنده موهبة بيلعب برجله الشمال بيلعب جناح لاعب رائع فدي الصفقة الاولى اللي خلصت وتم الاعلان عنها من قبل طنطا لسه نادي الزمالك عالي نقول لك امتى بالضبط والكوليس ازاي لكن هو ده اللاعب الاول في صفقات نادي الزمالك اللي بينضم بشكل رسمي و ده موهبة كبيرة لو ما هبش الموقف حتشوفه اضافة حقيقية فنية نادي الزمالك بإذن الله في الملعب خلاص طيب اكمل لكم موضوع اللاعبة لان الصفقة اللي بينتظرها مسؤولي نادي الزمالك هي على وشك الاتمام مش مسؤولي نادي الزمالك ده جمهور نادي الزمالك ينتظرها من خمس ست سنين وهو عبدالله السعيد اللي تصور مع مسؤولي نادي الزمالك لكن الصفقة لم تتم الا هذه اللحظة لكن هي خلاص على وشك الاتمام بشكل رسمي وحطيت حضراتكم في الصورة اول امبرح وقلت لحضراتكم ان عبدالله تنازل عن باقي مستحقاته من الست الشهور المتبقية في عقده مع بيرامدز وان الزمالك حيدفع مقابل مادي رمزي لكن اللي عرفته ان اللي حيدفع من نادي الزمالك حيصل لحوالي عشر مليون جنيه في مقابل الفترة المتبقية في عقد عبدالله مع بيرامدز من المنتظر ده خلاص يا جماعة ده محمد عاطف ده محمد عاطف اه دلوقتي بتكلم على عبدالله السعيد فمن المنتظر ان عبدالله بكرة هيصور الفيديو اللي هو بتاع التعاقد معاه ده الفيديوهات اللي بتعملها الاندية دي والبيرامدز على وشك خلاص اتمام الصفقة والقصة خلصان فعبدالله السعيد هو لاعب جديد في النادي الزمالك بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية الموضوع انتهى بخلاف مهاب ياسر حيتقالن عنه برضو في اسماء كتير قوي تمام فهناية الزمالك ماشي بشكل ايجابي لحد دلوقتي في موضوع الصفقات طب هو الزمالك عايز مين تاني من بيرامدز غير موضوع على فكرة سف فاروق جعفر فيه انكسام كبير وفيه ثلاث اعضاء في المجلس اللي ضرب التحديد رفضين تماما عودته الباقي شايفينه ان فيش مشكلة لانه هو الظلم من المجلس الماضي هما شايفين كده فلسه ما بينه ما بينه موضوع سف فاروق جعفر خلاص لكن اللعب النفسه نادي الزمالك يتعاكم معه هو محمود صابر وبيرامدز حتى النهاردة نشر صور لمحمود صابر وهو في التدريبات وانه عاد من جديد وهو العين مهوب جدا بيرامدز عايز انه لو انتوا عايزين يا جماعة في نادي الزمالك محمود صابر ادونا محمد صبحي احنا عندنا ازمة وحرس المرمى في ندخل دف ده مفيش مشكلة وإيه مدين يتخلص لكن نادي الزمالك لاحظ دلوقتي متمثل مع محمود صابر وهو عايز وجدده فده العقبة الموجودة في صفقة محمود صابر بالمحمد شيحاتة بيقتارب كدا جدا من نادي الزمالك لو هو لعب وسط طلاع عالجيش والده في التدريبات الكابتل عبد الحميد باسوني في تدريبات طلاع عالجيش يعني تقريبا تص Chapter بشكل كبير جدا للرحيل محمد شيحاته في اتجاه نادي الزمالك أقولك على كلام حصل في التلائع النهاردة في التدريبات من قبل الكابتل عبدالرحبيد باسيوني شخصية جميلة ومحترمة وشاطر جدا وقال لعبدالرحمن شيكا معلش يا شيكا انت مش هينفع تمشي لان عبدالرحمن شيكا نادي الزمانيك برضو كان عايزه لعيب كويس فحتى عبدالرحمن متدايق واول ما سمع كده من الكابتل عبدالرحبيد باسيوني وان احنا ممكن يمشي بس محمد شاعت بس عبدالرحمن انت هتكمل معانا وركز معانا في فترة اللي جاية لان عبدالرحمن شيكا كده كده هو معار من الانتاج الحربي فطبع الجيش عايز معدوش مشكلة ان عبدالرحمن يروح نادي الزمانيك بس في نهاية الموسم يكون هو وفق على البند الشراء وبعاكاية بيعني نادي الزمانيك عشان يستفاد من اللعب انا بقول لك بالزبط التفاصيل خلاص فده موقف كمان عبدالرحمن شيكا ايه تاني في نادي الزمانيك تعالي لي بقى في موضوع ناصر ماهر قبل ما روح لموضوع المدير الفني موضوع ناصر ماهر اولا يا جماعة فيش احمد عاطف احمد عاطف مواجم مودرن فيوتشر ده انا مبالح بالتحديد تواصلت مع هيسا معرابي المدير التنفيذي او رئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر وسألته سؤال مباشر قلت له انا سامع ان فيه تقارير بتقول ان ممكن الزمانيك ياخد احمد عاطف قال لي صراحة يا امير على الثاني احمد عاطف ما جلناش اي عرض رسمي لي من اي نادي من ضمنهم نادي زمالك ما فيش اي عرض رسمي واحنا اصلا بالنسبة لنا احمد عاطف غير قابل لللمس ومش هنستغنع على احمد عاطف دلوقتي خالص فالموضوع مقفول بالنسبة لأحمد عاطف فجمهور نادي زمالك ما يحطش امال على احمد عاطف خلاص تبقى انا اقولك على لسان هيسا معراب لكن الجديد اللي انا عرفته النهاردة بخصوص ناصر ماهر وهو اللاعب اللي قلت لكم من زمان قوي انه هو حيموت ويروح نادي زمالك لو تفتكروا المفاوضات بالنسبة بالضبط بنسبة 60% هو لعب في نادي زمالك طب ايه المشكلة المشكلة ان مودرن فيتشر يا جماعة هما يستغنين عن الفلوس هما مش عايزين فلوس هما عايزين لعيبة طيب مودرن فيتشر عايزين كم لاعب تلاتة خلاص بينهم لاعب حص ما امره تماما هو عمر السيسي هو حينتقل في الصفقة دي ان تمت لمودرن فيتشر بيع نهائي او انتقال نهائي مش بيعامل الفلوس انتقال نهائي عمر السيسي ده اللي تم الاتفاق عليه بشكل نهائي طب الاسماء التانية لسه ما بين اه طب ده طب ده طب ده طب ده ده اللي حصل زي في صفقة عمر كمان مع النادي الآن طب ناخد ده لأ طب ده تلاقي في يعني بشكل يومي تطورات بخصوص الاسماء اللي ممكن تخش في صفقة ناصر ماهر القصة تحصل خلال الساعات اللي داي برضو الله وعلا والله العظيم انا ما بقيتش عارف الكود حيافل امتى في مصر ده الطبيع عندنا فوتشر يعني واكيد نادي الزمالك يعني اللي ما يكون نادي الزمالك يعني او عنده معلومة اخرى مسؤولين هناك المهم التلات لعيبة الاساسي منهم واللي خلص اللي تم الاتفاق عليه تماما هو عمر السيسي في الصفقة بتاعت ناصر ماهر الاسماء التانين بيتم اوجر الاتفاق عليهم خلال الساعات الحالية خلال الساعات الحالية فيه ناس بقى تقول لك عبدالله ضادة وكريمة عبدالحق وفيه ناس تقول لك نشعرف عبدالله جمعة مطروح فيه اسماء كتير جدا ايه مطروح اللي حيستقر عليه في النهاية ايه نادي الزمالك او مع مودرن فيوتشر او مودرن فيوتشر بالتحديل يستقر ان هو بيختار اللعيبة حنشوف خلال الساعات اللي جاء بسألت لكم الاسم اللي خلاص الموضوع محسوم بالنسبة له هو عمر السيسي ان هو يخش في الصفقة دي فنسبة اتمام الصفقة 60% لان الامور رايحة جاية ايمان حسين مهاجب منتخب العراء وهو مهاجب مميز جدا معايش اسماء كتيرة او في نادي الزمالك لكن في الاخر انا بقول لك ايه بقول لك المعلومات اللي عندنا ايمان حسين مهاجب منتخب العراء بيقترب جدا من امام نادي الزمالك وموضوع بس في المقابل المادي اللي حيتقدر اللعب بالدولار اللعب كان طالب 500 الف دولار لكن نادي الزمالك بيحاول يقلل المبلغ ده شوية والله مش زن بالمجلس الحالي بس انت بتتكلم في بريمان ضايب ياخد 600 الف دولار رقم كبير او يعني لكن ده الموقف الحالي اخر اخر خبرين في نادي الزمالك عشان هاخد ضيوفي المدير الفني هو خلاص جوزي جومز المدير الفني البرتغالي هيوصل خلال ساعات العقود تقريبا تم توقعها والعقدة هيكون مع نادي الزمالك لمدة سنة ونص وده جه بدعم كبير جدا من فريرة اللي الناس خدت رأيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك هو الرجل اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده دعموا جدا فريرة وقشات به بشكل كبير وقال انه سيكون اضافة لنادي الزمالك فده مدرب نادي الزمالك الجديدة تبقى فقط الاعلان الرسمي النهاردة الكابتن احمد سليمان عضو مجل صدارة نادي الزمالك كان متواجد في اتحاد الكرة عشان يجدوا المديونية اللي هي المفروض بتتدفع كل في جدولة كده تعملت المديونية عن نادي الزمالك كل فتر انتقالات لو قلنا حراركم زمان قبل كده وقلنا قريب ان نادي الزمالك اتحاد الكرة طلبوا بشكل رسمي عشان الخمساشر مليون اللي بيدفعوا خمساشر مليون جنيه كل فتر انتقالات يدفعوا فتر انتقالات دي فبالتالي كابتن احمد سليمان تبقى اللي يعرفته نجح ان هو يجدوا للخمساشر نفسه بخلاف باقة الفلوس فدي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي حصلت